تغلغل عسكري إيراني جديد في سوريا تبرز ملامحه على الأرض ويأتي من بوابة استغلال حاجات الناس وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة لا بل حتى بالدولارات كيف يتم ذلك؟ وما الذي تفعله وتريده إيران في شمال شرق سوريا تحديدا؟ على الأرض تقوم طهران فعليا بتشكيل ميليشيات من السكان المحليين وعبر سفرتي في دمشق وتتبع بشكل مباشر للحرس الطوري الإيراني تتركز نواة هذه الميليشيات في دير الزور شخص يلقب بالحاج يونس وهو قائد كل الميليشيات وآخر يلقب بالحاج مهدي وهو إيراني الجنسية وآخر يلقب بالحاج حسين وآخر بالحاج عسكر كلها أسماء وهمية هي من تقود تجنيدة وتشكيل هذه الميليشيات هناك ما تفعله إيرانيا درج في إطار إحداث تغييرات اجتماعية من أجل إضعاف العشائر وسهولة السيطرة عليها خصوصا في الحسكة هذا الحديث بلسان الناس هناك بالتأكيد الميليشيات الإيرانية في الحسكة تمكنت من استقطاب أعداد كبيرة من أبناء العشائر تحت اسم قوات المهام الخاصة مقابل راتب شهرية بلغ مائة دولار أمريكي للعنصر الواحد ليس هذا فحسب بل افتتحت مقرات عسكرية لها بلغ عدد الميليشيات في سوريا 22 ميليشيا منها 9 محلية بالإضافة إلى 13 أخرى عابرة للحدود على الأرض يرفض الأهالي هذا التواجد الإيراني سواء من خلال التظاهرات أو برسائل عدة وجهوها عبر مشورات وصور وزعت في مختلف المناطق هذه كانت مناهضة لإيران ولحزب الله اللبناني الأهالي دعوا في المنشورات إلى ضرورة تكاتف العشائر لمواجهة هذه الأنشطة والتمسك بقيم ثورة السوريين الداعية لتحقيق الحرية والعدل والديمقراطية بحسب حديثهم